بالعادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل العياد الوطنية والمناسبات هنا في روسيا ليذكر حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالجانب الروسي لإطلاق ما يسمى العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا مرة أخرى رئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بأن روسيا وجدت نفسها عرضة للتهديدات الأمنية ما يتطلب توحيد كل الجهود للدفاع على الأمن القومي الروسي وهنا أشار إلى العمل الكبير الذي تقوم به النساء في روسيا خاصة المجندات في الجيش الروسي أو في وزارة الطوارئ الروسية الذين وصفهم بأنهم يقومون بعمل كبير خاصة أولئك الذين هم في جبهة دونباس هذه هي الكلمات التي جاءت في الرسالة التي أدل بها اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد المرأة والاحتفالات التي تقام هنا في روسيا بمناسبة هذا العيد الوطني طيب إذا انتقلنا إلى الموضوع الآخر وهو تصريحات مؤسس فاغنر حول السيطرة على الجزء الشرقي بالكامل من مدينة باخموت ماذا يقول الوضع الميداني لديك؟ هذه التصريحات أدل بها مؤسس مجموعة فاغنر قال بأن القوات التابعة له بالإضافة إلى قوات الجيش الروسي سيطرت على الجزء الشرقي من مدينة باخموت لكنه أشر أيضا إلى استمرار المعارك التي وصفها بشرسة ضد القوات الأوكرانية التي قدرها بأنها نحو عشرين ألف مقاتل أوكراني هم محاصرون داخل مدينة باخموت على الرغم من الانتقادات السابقة التي صدرت من مؤسس مجموعة فاغنر نحو وزارة الدفاع الروسي واتهامها بأنها تتقاعس في مسألة توريد القوات التابعة لمؤسس فاغنر يفغيني بريغوجيني إلا أنه يؤكد على تحقيق تقدم كبير في جبهة باخموت خاصة وأنه أكد اليوم السيطرة على الجزء الشرقي من هذه المدينة ذات البعد الاستراتيجي التي وصفها بالأمس وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو بأنها مركز مهم للدفاعات الأوكرانية وفي حال ما سيطر عليها الجيش الروسي ستكون له الفرصة كبيرة لضرب دفاعات القوات الأوكرانية خاصة ما تعلق بمدينة إكراماتورسكو وستانيستلاف هذه التصريحات التي جاءت من وزير الدفاع الروسي ومن مؤسس فاغنر حول مدينة باخموت ربما تعكس أهمية هذه المدينة بالنسبة للجيش الروسي وترد أيضا على تلك التصريحات التي صدرت في وقت سابق من عواسم غربية خاصة من وزير الدفاع الأمريكي الذي قلل من أهمية مدينة باخموت في حال ما إذا سقطت وقام الجيش الروسي بالسيطرة على هذه المدينة يوسف يعني صحة المعلومات الاستخباراتية حول استهداف موالينا لأوكرانيا خط نوردستريم وردود الأفعال حول هذا الموضوع لديك الكريملين استغرب هذه التصريحات خاصة وأن وسائل إعلام غربية نقلتها عما يوصف بأجهزة الاستخبارات الأمريكية هنا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف استغرب هكذا تصريحات دون الوصول إلى نتائج حقيقية عن طريق تحقيق شفاف ونزيه هو الأمر الذي تطالب به موسكو منذ مدة المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وصف هذه التقارير الإعلامية بالمضللة وبأن الهدف منها هو التغطية على الجهة الحقيقية التي قامت باستهداف السيل الشمال واحد والسيل الشمال اثنان هذه الحادثة التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها إرهاب دولي ضد البنية التحتية الاقتصادية العالمية الكريملين أيضا طالب الدول المهتمة والمستثمرة في السيل الشمال واحد والسيل الشمال اثنان بضرورة المطالبة بتحقيق شفاف ونزيه للوصول إلى الجهة الحقيقية التي وقفت وراء استهداف هذا المشروع المهم بالنسبة لروسيا وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي كانت في وقت سابق تعتمد على الغاز الروسي